بالمناسبة صلاح رأيك في الكل شوية الناس عمنا تقولك صح عنده مشكلة مع حسام حسام متوبة مع حفز الأرقاء حسام عنده مشكلة مع صلاح مش شفناش أصلا أي مشاكل رأيك في الحكايات دي لا لا مش هتبقى فيه مشكلة بالعكس ده كابتل حسام حسن هيحاول يطلع أحسن ما في الصلاح هم يعني هتشوف أنا تعاملت مع كابتل حسام أنا لعبت على كابتل حسام ولعبت معه هم ودربني هيتطلع أحسن ما فيه هتشوفوا صلاح حاجة تانية مع كابتل حسام طيب بيقولوا اشتغلت معا مع كابتل حسام في كل التفاصيل يعني هوا يروس كابتل حسام مع عصبية واللعب متعرفش تتعامل معاه واصلوه بتبقى الأمور صعبة معاه والكلام ده كله رأيك فيه كلام هو كان في الملعب أنا لعبت معاه ما كانش عصب لا في الفترة اللي هي بتاعت الناد المصر لأ ما كانش عصب هاي مدرب ممكن التدريب لا برضو ما كانش عصب هو في الزمالك أبدا ابدالي كانت بتعامل مع اللعبه كواز جدا انا باستغرب من اللعبه اللي بتطلع تقولك اه ادا كابتل حسام عمل فيي أو سوى لا انا بالنسبة لي انا ما شوفتش منه اي حاجة وحشة ولا نرفزة ولا اي حاجة في حياتي مفيش كلام ده لا لا مافيش انا بالنسبة لي مافيش عمرك ما شوفت لا لا اجماع صلعيب اشتغفتعامل مع كابتل حسام حسام لا 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 والله لا هو ده بيعفيتعامل مع النجوم بس هو عنده الكابتل الحسام شوية إيه اللي هو بيدي اهتمام شوية بخمستاشر ستاشر سبعتاشر لعب مثلا اللي بيلعبه آآ يعني بيلكز مع مجموعة مؤينة دي عموة عرفتك موازر مدربي الأجران بيعملو كده يقولك أنا عايز أركز مع عالم مؤينة فليس تلعب طبعا فليس تلعبش بيطلع بيقطع في الكابتل الحسام أكيد يعني واللي بيلعب ما عمفش واحد لعب معهم مثلا وطلع بيقطع في الكابتل الحسام تفتكر الموقف مع كابتل حسام حسن كلاعب معاه أو ضده أو مدرب بتشتغل معاه؟ أصلا أنا دايماً إيه كل لعيب تبكور عندها موقف مع كابتل حسام حسن آآ فس الموقف اللي أنا هقوله صعب شوية يعني ممكن نقوله من غير من غير لا من غير مفوش أل إيل تلعب وفي حاجة سهلة والأول طب الموقف اللي تعيس تحكولي ده كان هو مدرب وأنت لعب ولا كنت طلعوا مع بعض آآ آآ أحكيلي بقى كنا ساعتها بنلعب قبل النهاية كاس مصري في الناد المصري بنلعب بالاتحاد السكندري في اسكندريا فقان الجمهور بشتغل كابتل حسام على تون لأ السكندريا الاتحاد فعمالي يشتموا على طوله مش عارف ايه المهم المطش دوت خلص ضربات جزاء كل الفرقة شاطت في الاخر الاتحاد اللي كسب اه ضربات جزاء كان قبل الهاي كاس مصر اللي هو النهائي كان بين امبي والاتحاد لو تبتكره واحد صف بتعمل جد عبدالعاطي اه فانا انا ماشي وراه وهو ماشي قدامي كده قال له يا ربي يا ربي يا ربي يعني ناس اللي بتشتم هي هي اللي بتكسب يا ربي ليه اللهم اللي اعطيناها بس يا ربي انت النهاردة مش فيه هو هو بس كابتل حسام حسن السيرة دايما عنه انه يعني بس كابتل حسام حسن دايما السيرة عنه انه هو غيور جدا وبيحب بكورة اوي عايف احنا كله متوسمين خير في كابتل حسام حسن عشان الجزئية دي اللي هو لازم اكسب ما ديش حاجة اسمها لا 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 ده حاجة غريب لا حتى في تمرير معاله حاجة صعبة لا لا انا متأكد بإذن الله بإذن الله بإذن الله نجاح الكابتل حسام حسن مع المنتخب مصر ان شاء الله ان شاء الله ربنا اه لان الواحد كان بينادي بها من زمان من زمان اوي اه من ايام اليوس سي لما مسك السنغال والماضي لما مسك الجزائر ما عملوش انجازات قبل ما هم يروحوا الانجازات كل هات عملت وهم موجودين في المنتخب ايه رأيك في فكرة استبعاد محمد النني من المنتخب؟ اه هي دي الاستغربت اللي كابتل حسام فيها دي استغربت اه شوي لان ده بيلعب في الارسنال اه وكابتل حسام كان هيعرف يطلع منه اقصى من لديه كان هيعرف يطلع والله بجد بس يقولك اصلا هو ما بيشاركش يعني بس في الارسنال ايوه اه وارسن بينافس على البطولة على طوله يعني وبيتمرم على العيبة جامدة اه فلا لا هي دي الحاجة اللي ممكن تتاخد على كابتل حسام في الاختيارات اللي انا شفتها شوي اه لكن يعني ممكن يكون عايز يبص على بقى اللي عيبة يعني يا ربي كنتش بس اتقصر بالميديا اللي هو النني لما بيديش حاجة مع المنتخب لا يا ريت يا ما يكونش كده يا ربي يعني انا معتقدش كده حسام عاسم من ناس اتقصر بس انا معك كده انه انني في كل الاحوال مفيد لمنتخب مصر اه اه اللي كانت حسام حسام كان يطلع ويعرف يطلع منه اقصر ملديا وحلوه انا سمع منك الجملة دي القررت اكتر من مره انه كده حسام هيعرف تطلع من اللعب اكتر ملديا بيطلع من اللعيب 150% اه صدقني يعني صدقني مع كده حسام حسام اللعيب هيطلع 150% اه اي لعب اه انت شفتوا مع المناد المصري كان عالدوز زي سعى البنزيق اهو طبعا المنتخب غير بتاع بس كان بيطلع من اللاعبها اللسه جايبها من الدرجة التانية بيباحوا بمبلغ كبيرة جدا